إذن نهارده الرئيس سيسي وبعد أعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية 20-24 بالأمس وأعلان كل النتائج استقبل النهارده بقصر الاتحادية المرشحين الثلاثة الذين أخذوا الانتخابات وهم حزم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعبد السند يمام رئيس حزب الوافد وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس حملة الانتخابية للسيد الرئيس الحقيقة أن الحدث حوار سياسي بين المرشحين وبين السيد الرئيس ويعني الرئيس شكر العمل والتقدير على الأداء السياسي في العملية الانتخابية على النحو الذي يثري التعددية والتنوع وقال المتحدث الرسمي للرئاسة أن هذا اللقاء شهد عرض رؤساء الأحزاب لرؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية في الفرق المرحلة المقبلة الحملات المرشحين كانت لهم ردود أفعال على هذا الاجتماع فمثلا حملة حزم عمر اتكلمت على أنه لقاء الرئيس يستكمل التعبير عن الشكل الحضاري الذي تصدره المصريون خلال فترة الانتخابات الرئاسية وأيضا حملة فريد زهران مونس باسم كامل اتكلم على أنه هذا اللقاء يأتي ولأول مرة ويمثل بادرة لخطوة تفتح المجال بين الأحزاب والسلطة الحاكمة بما يضمن وجود مصار حقيقي وتواصل بين الأحزاب السياسية وقال أنه فريد زهران قدم مجموعة من الطلبات لما يمكن البناء عليه لدعم التحول الديمقراطي أما حملة عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد فاتكلم على أنه كان لقاء هام ورسالة مهمة من السيد الرئيس لأنه هو بيعلي المصلحة العامة للشعب إذن لقاء أعتقد أنه مهم الحقيقة ونتمنى أنه يستمر هذه اللقاءات بين السيد الرئيس وبين رؤساء الأحزاب المختلفة سواء من المولاء أو من المعارضة بالعكس من المعارضة أكتر علشان نستمع في نقاش حول الرؤى السياسية المختلفة